جينا للمكاشفي والله أنا جاي من الشيكانيبة سكران سكران ما فكزا جاي من الشيكانيبة وبدت بين يدي والدي الشيخ النمير الشيخ الجيلي الشيخ المكاشفي جيتوا أسأل الصحة والعافية أيها الأول والأحبار والله أنا أجيدكم الليلة قطعة ما أقول لنا والله العظيم الموتو حدم وفنا أسأل الصحة والشيخ حمد النيل والله ما مات هذا الرجل وطول الليلة وعدها وكاتب الليلة على البغاء ليلة يبقى الليلة هرية الليلة والصفتي أبونا الخليفة محمد الشيخ حمد النيل يا أيها النبيل بن النبيل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعونه إن الذين تدعون من جول الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورحم الله التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم كان على الكافرين عسيرا المتابعون الأكارم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم في هذه الجزئية الثانية من كشف ضلالات الطريقة المكاشفية على أمل أن نلتقيكم في الجزئية القادمة بكشف باطل هذه الطريقة من كتب شيخ هذه الطريقة وكتب أتباع الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لأصحاب هذه القناة والشكر أولا وأخيرا لله تبارك وتعالى الذي وفقهم إلى هذا العمل الطيب ونشكر أصحاب هذه القناة والعاملين فيها على هذا العمل الجميل وهذا العمل الطيب ونحسبهم والله حسيبهم أنهم ما أرادوا بهذا العمل إلا إنقاذ هذا الشعب السوداني الذي أضلته هذه الطرق الصوفية بما فيها هذه الطريقة المكاشفية ونتحدث ونتناول إن شاء الله تعالى في عجالة ضلالات هذه الطريقة وكذلك نتحدث على ماذا يعتمد دين هذه الطريقة يقوم دين هذه الطريقة في الحقيقة على القصيد والمنامات والكرامات دين المكاشفية وزيها وزي غيرة من الطرق الصوفية في السودان بيقوم على القصيد والمنامات والكرامات وهذه القصائد منتشرة يعني سواء كانت من قصائد الشيخ أو من قصائد أدباع الشيخ وفيها بلاوي يعني لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى ومن هذه القصائد التي تعتبر عمدة عند أصحاب هذه الطريقة ومريدي هذا الشيخ قصيدة جل جلاله ربما لا تجد شخص لا يعرف قصيدة جل جلاله ما ذكرت هذه القصيدة إلا وذكر هذا الشيخ الذي يسميه أتباعه الكشيف أو المكاشف أو المكاشف زعما منهم أنه يكشف ما في الضمير وهذا والعياذ بالله من الخطر العظيم هذه القصيدة جل جلاله بالمناسبة عندها مناسبة يعني وهذه المناسبة يعتبرها أتباع هذا الشيخ أنها كرامة يقول لك أن الشيخ جاوزول عنده حاجة رايحة حمار ولا ما عرف إيه والشيخ وصف له قال له تمشي منطقة كده كده تلقى الحمارة دي حصلها كده كده وتلقى في الموضع الفلاني يعني خلاصة القصة ينوصف له الموضع بتاعه ويقول لك الزوال ده كان ما مقتنع بالشيخ أشان تعرف أنه الناس ديه عندهم خطورة وخبث كبير جدا في استدراج الناس الزوال ده بقول لك ما مقتنع بالشيخ جاوصف له الحتة دي ومشوا فعلا لقى الكلام جاقال الزوال راجع قال للشيخ إتا الله ذاته شوف المصيبة قال الشيخ قال له جل جلاله لاله شريك ولاله مثاله الله طيب ده بعتبره من توحيد ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده الشيخ حسب فهم وينه نزه ربنا سبحانه وتعالى ودي الخطورة أسازه لو دائر يعني يضع سم لإنسان بيجيب أشهد طعام أنا لو عرفتك بتحب نوع معين من الطعام لو دائر أضع لك فو سم بيجيب لك أفضل طعام أنت بتحبه والمسلمون وأهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة أفضل ما يحبون وأفضل ما يقدمون هو توحيد الله تبارك وتعالى عشان كده بدلك بالتوحيد قال لك جل جلاله لاله شريك ولاله مثاله دس لك السم جوا السم بيكون قليل يعني أنا ممكن نسا أجيب لك أعمل لك سندويتش وخدت لك فيه سم مثلا ستة سيسي ولا عشرين سيسي خدت لك حاجة بسيطة حاجة بسيطة حتى يتماتح تحس بها زاته عشان كده في حاجات بسيطة جدا في القصيدة ممكن تلقى القصيدة لكن تلقى فاتة لا تابيات فيها كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى وقصيدة جل جلاله لاله شريك ولاله مثاله القال الشيخ المكاشفي وبدأ بها القصيدة ويحسب أنه نزه الله تبارك وتعالى لما زعم ذلك المريد بأن هذا الشيخ هو الله وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قال القصيدة دي ودي بنسبة القصيدة في جول القصيدة دي الشيخ زاته الشيخ المكاشفي بنادي غير ربنا سبحانه وتعالى والشيخ المكاشفي بغدس أصحاب الطرق الصوفية مصيبة الصوفية إنهم قاعدين يأصلوا أقرأ الطبقات قاعدين يأصلوا للأولياء وقاعدين يأصلوا للبلاوي بتاعتهم والكرامات بتاعتهم عشان كده أي ولي قاعد يمدح شيخ معين بترجع للطبقات بتلقى البلاوي القاعد يعمله إنت بتزكي إنسان أهل الصوفية وأصحاب الطرق الصوفية يشهدون له بمخالفات واضحة لدين النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعة ربي العباد فالشيخ ده بمدح في بهاري وده أخطر مخالفة في القصيدة قال في نهاية هذه القصيدة بيقول بهاري بهر بنور الكون لفي جل جلاله ذاته والمكاشر يعرفوا الكلام ده كويس جدا والله بعضهم يعرفه أكثر من معرفته لكلام الله تبارك وتعالى فدي مصيبة بيقول بهاري بهر بنور الكون جاب الذبح طريق الصون من الله محروص بالعون ويعطي الحرف الكاف والنون أي يقول للشيك فيكون بهاري بهر بنور الكون وربنا سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض ربنا تبارك وتعالى هو منور السماوات والأرض نورا حسيا ونورا معنويا بإرسال الرسل وبيان هداية رب العالمين يعني نشري أنوار التوحيد والهداية لكن الشيغة المكاشر صرفة لغربنا سبحانه وتعالى ودي قاعدين يقولوها الناس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب من أوراد الطريقة المكاشفية دي مصيبة كبيرة جدا والموضع دي براه فوق أكثر من مخالفة بهاري بهر بنور الكوني دي مخالفة كبيرة جدا جاب الذبح طريقة الصوني جاب الذبح طريقة الصوني دي مؤصل الله الصوفية في كتبه إنو بهاري دا جاب الطريقة بتاعته كما سماها جاب الذبح طريق بطريق من طرق الصوفية إنو الزول دا عمله قطية ولا شنو ما عارف قال الداري تابعني على طريق دي أخذ مني الطريق يجي خشاش معاه وزول جوه ربما يكون متفق مع ناسه صوفية لو دار يضلل الناس بيسترهبوا الناس بالسحر وبالمخالفات لكن الناس لما ابتعدوا عن القرآن وبيقوا بعيدين عن القرآن ويعني بيقوا بخافوا من السحر ومن الشعوذ والدجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال الطريقة بتاعة الذبح الزكرة المكاشفي والأثنى على الشيخ الجابة قال دخل واحد من المريدين وضبح خروف جوه ولا عمل شيء المهم جي طالع للناس بسكين فيها دم قال الزول الداري أخو الطريقي ينضبح ثاني دخل واحد ثاني رجعوا منهم حيين دم يسترهاب للناس يعني طريقته بيضبح هل هذا هو دين قال جاب الذبح طريق الصوني هذا الشيخ من الله محروس بالعون أعانه الله تبارك وتعالى لماذا حتى يقول لشيء كن فيكون ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نزه الله تبارك وتعالى نفسه من الشريك في أن يوجد غير الله تبارك وتعالى يقول لشيء كن فيكون وفي أن يوجد غير الله تبارك وتعالى يعني يتحكم في الكون أو يملك شيء من الكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل هذه الأشياء مخالفات وكذلك من القصائد التي هي من دين هذه الطريقة قصيدة مولانا يا مولانا وكلام كثير كلام دا نجيب لكم بأكتب إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزية القادمة وقصيدة تنزه ربي عن صور وخواطر قلب في الأذهان أنا الحياة اللي بيزعيني إنه الناس بنخدع بالبدايات وما قاعدين نخشوا جوه يعني الشيخ بيقول لك تنزه تنزه ربي عن صور وخواطر قلب في الأذهان وجوه بيجي بيامدح فيها ناس ضللوا هذه الأمة يعني امدح الجنيد والجنيد ذا من الصوفية برضو الناس أصلوا له بيقول جنيدا عابد القيوم دا البيناديهم جنيدا عابد القيوم بهم يا ربي أكون مكروم شراب القوم حيا قيوم دا تأصيل لذكر شراب القوم حيا قيوم يعني تذكر حيا قيوم بيمدح ناس الجنيد وبيمدح الشبل وبيمدح كثير جدا من الناس الصوفية وبناديهم من دون ربنا سبحانه وتعالى مكاشف ليكم نادة يا السادات وكل السادة ديل بيعتبروهم سادات واتباع المكاشف بيعتبروا المكاشف سيد وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة مصيبة كبيرة جدا إنك تتخذ سيد تتابع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخ كذلك من الأشياء التي تعتمد عليها هذه الطريقة كغيرها من الطرق الصوفية الكرامات زي ما بيعتمدوا على القصيد قصيد بتاع الشيخ والقصيد بتاع أتباع الشيخ اللي بيغلو فيه الكرامات وربما من أشهر كرامات الشيخ المكاشفي والكرامات يعني أنا باعتبيرها لو ما كلها معظمة أو جل هذه الكرامات هي تأصيل لأن الشيخ يعلم الغيب يعني تأصيل لإسم المكاشف وأنه يعني عطي المكاشفة وكذلك الكشيف وغيرها من الأسماء دي بالمناسبة عندنا في كثير جدا من المناطق حتى في قرية أبي آمنة عندنا هناك كثير جدا من الناس قاعدين يسموا أولادهم المكاشفي مصيبة ومهال والنادر ومن هذه المخالفات المهم الكرامات عندهم كرامة بيقول لك الشيخ قام عمل عملية كرامة العملية دي معروفة عندهم يأصيل ليها وناشرينها وهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إذ تربنا سبحانه وتعالى يقول تاني زول خش القبر ده ما بقوم تقول لا لاب يقوم تكذب على ربنا سبحانه وتعالى يا أخي الشيخ ده ما طيب في كثير جدا من الناس السودانين عندهم خرافة والكلام ده نحن بيقوله من باب الاستشهاد بس ده ما في أصلا ولا حقيقة بيقول لك والله الزول ده دفنوا وقام بعاتي طيب إذا دفنوا وقام بعاتي الشيخ دفنوا وقام كرامة كيف إذا جينا سايب الكلام الشائع في السودان يا نس هذا الكلام مخالف لدين الله تبارك وتعالى ومخالف للعقل والفطرة السليمة ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون والله في كمية من الناس قاعدين ينخدعوا بالمقاطع بتاعة الفيديو المنتشرة وفي بعض المقاطع أهل أخذوا حقها ممكن يكون يعني يجبوا لك مقطع منتشر في ضريح الشيخ المكاشفي زولنده وينادي يا أبو يا الشيخ أنا جيتك كورعي مكسرات السنة الفاتت جيت الحولية الرجبية ولا ما عارف إيه هالمهم عليه كرعي والليلة يا أخي كيف تخلينا نارجع بدون كرعين بعضنا جي من ودراوة وبعضنا جي من إيه يا أخي الشيخ زهاته ما بيقدر بيجي تاني ما بيقدر بيجي راجع تاني عشان كده جماعة ده كل من الخرافات وهذا كله من يعني الخزعبلات التي ينشرها أصحاب هذه الطريقة وأتباع هذه الطريقة لأنها جماعة في ناس قاعدين يأكلوا قرش للليلة في ناس قاعدين يأكلوا قرش يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر تابعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون يعني هداية وبدون أجر ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أم تسألهم أجر فهم من مغرم من مثقلون الرسول صلى الله عليه وسلم ما جي غارم الناس في الدين ده وشال منهم قروش ده بيجي لكنه ليه أتباع المكاشف والشيوخ أصحاب السجادات والطرق زي شيخ اللمين شيخ اللمين ده ما كان تابع للمكاشف ويتبروا منه أي زول بخالب يعمل المخالفة بهم الوصول يتبروا منه صحابة الطرق الصوفية قاعدين يأصلوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صوفي وإنه الرسول بصافع على النساء وإنه الأولياء يجدون لمس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم شأن الشيخ عادي توديلوا المريه بيشا واستعمل معا أي حاجة باسم العلاوجة باسم الدين عشان كده جماعة الناس تحذر هذه الطرق وهذه الجماعات وما يغشو يجي يمدح يقول لك طيبة دار الصوفي دي قصيدة من قصائد المكاشف طيبة دار الصوفي نتليها أطوفي عاكستني ظروفي قال داري مشي طوف بالمدينة المنورة وما يغشك البورع يجي وقلليك صلي يا عالم الخفية على الرسول مركز الصوفية ممكن يكون البورع يتمحن يحتر ليه طرق الصوفية كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم طريق واحد جاء لك صلي يا عالم الخفية على الرسول مركز الصوفية قال لك نحن دائرة شفت ه stationary تاخد فاكمنوك تاخد البورهانية الختمية التجانية لإيها النخشبندية معرفية المكاشفية القادرية تخدت قال ده الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن حاولوا كده على الرسول مركز الصوفية يعني برع بيها تمحوليه السيئة وبيه القوم يجردوا لالفية يا ناس الدين ما فيه ألفيات ولو فيه جريد بتعلالوب ده كله من ما ابتدعه هؤلاء المشايخ وأضلوا به كثيرا من الناس وكذلك مما يعتمد عليه هذا المنهج المخالي من المنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة المبتدعة المنامات زي ما عندهم كرامات ويجي يقول لك يقول لك في واحد اسمه ود الفاضل ما عارف ايه يتورط والشيخ حلا ود الفاضل حكى يتورط لها من بكى طلع كورة ممركة جي كلها بيأصلوا بها لأن الشيخ بعد حتى ما مات بيعلم الغيب وممكن يلحقك عشان تتمسك به من دون أي دليل ومن دون أي حجة عندهم أيضا المنامات دي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الطريقة وفي منامات هذه الطريقة والله أنا في قرية أبي آمنة في أبو آمنة عندنا هناك في واحد من أصحاب السجادات التي تنتمي للمكاشفية قاعد معي قال لي والله أنا حلمت بالمكاشف بالمكاشف والرسول قاعد جنبه أبو الشيخ قال لي نايم والرسول نايم جنبه قام الرسول قال لي خدت يده فراص فراص أبونا الشيخ قال له مثل هذا لي كمثلي لآدم نسب لو كان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم لآدم وآدم من تراب إذا كان فضل ده كذب عن نبي صلى الله عليه وسلم ودي مصيبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير وأفضل بني آدم فده ما عنده علاقة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر وبين أن من بطأ به عمله لم يسارع به نسبه ويعني كذلك أدلف في النهاية إلى ضلالات هذه الطريقة عندهم ضلالات في باب العقيدة وضلالات في باب العبادة ونختم في عجالة بضلالات هذه الطريقة في باب استخدام الشعوز والدجل باسم العلاج عندهم من ضلالات العقيدة القطع بولاية الشيخ وكذلك دعاء الشيخ من دولة تبارك وتعالى واخذت الشريع الشيخ في حياته بل حتى وبعد موته عندنا في أبو آمن حادثة والله ممكن أصحاب الطرق الصوفية زي ما تبروا من شيخ اللامين لو سمعوها يتبروا من الناس البنتمو للمكاشئ غيرت أبو آمن مرأ خشت المسجد وقتحمت المسجد والصوفية سمحوا لها أن يخش مسجد تخش مسجد وزاوية الصوفية واتكلمت أن إنها حلمت بشيخ المكاشفي قال لها تقلع الحجاب قال لها تقلع الحجاب وديها جماعة خطورة لأنه محاربة للسنة وكذلك هم يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويحاربون السنة والمساجد التي تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى توحيد الله تبارك وتعالى ونأخذ مسجد أبي آمنة نموذجا مسجد أبو آمنة هذا المسجد صلى الله تبارك وتعالى يتقبل من الذين قاموا على أمره ويجعله منارة للعلم والتوحيد للليلة الصوفية قاعدين يعني يفتحوا في البلاغات الكاذبة وكذلك ينشروا في الأباطيل ويلبسون على أهل السنة للليلة شغالين بلاغات والدعوة ما بتقف في البلاغات والدعوة ما واكفى على فرد هذا هو دين الله تبارك وتعالى ووعد الله تبارك وتعالى بتمكين هذا الدين وبنصرة هذا الدين وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في هذا الدين لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونا